أنا ده برضو كنت أسألك فيه الراب والتراب والمهرجانات تلات ألوان مختلفين البعض هاجمهم والبعض قال لازم ياخدوا فرصة هل حيبقى ليهم وجود داخل ليالي مصر وإلى أي مدى مين موجود ومين مش موجود المبدئيا الراب والتراب والمهرجان كانوا موجودين في مهرجان العالمين يعني ممثلين بالمطلبين اللي حقيقين نجاح بس اللي هو ما هو أكيد فكرة صف الأول الناس اللي نجحة ومحققة وليها مشاريع موسيقية واضحة وجماهيرية وأرضية واضحة لكن هنا احنا مش بنتكلم على أنه الراب والتراب أو المهرجان احنا بنتكلم على لون موسيقي محدد وأنه في ناس مع أو ضد انت لما بتعمل مهرجان فني لازم ترضي كل الأزواج فبتقدم الأشكال الموسيقية والألوان الموسيقية المختلفة يعني خلينا نقول أنه الجونرال الموسيقية اللي مسيطرة على الأغنية المصرية والعربية هي البوب الموسيقى البوب دي هتلاقي تلات تربع المطربين اللي موجودين على الساحة هم بيقدموا موسيقى البوب فلما يبقى فيه تنوع واختلاف أنه فيه أصوات طلعت نجحت في الريب المهرجانات طبعا حققت تجاحة كبيرة جدا على مدار السنوات اللي فاتت فيه أسامي منها قادرة أنها تقدم اللون ده بشكل يبقى فيه قبول جماهيري وشكل فيه قبول على المستويات الإعلامية والفنية فالأسامي دي بتبقى موجودة دايما في البهرجانات مينفعش تنكر أن الناس دي نجحة مينفعش تنكر أنه الراب نجح السنين اللي فاتت فيه أسامي بتقدم الفن ده ونجحة ومطلوبة والناس عايزاها وليه ينكروا إذا الناس عايزاها والشباب مبسوطين وفيه لون كمان وعندين أنواع مختلفة بالضبط وفيه ألوان تانية أخرى زي الموسيقى المستقلة الممثلة لا يسمى لفرق يعني مش لي علاقة بالمكان على قد ما هو لي علاقة بمساحة الجمهور والفكرة لكن أنا شايف أنه مثلا الفرق اللي زي وسط البلد كايروكي مصار إجباري الفرق دي بقيتش تعتبر أندرجاود أنا ممكن أسميها موسيقى مستقلة لأن هم بينتجوا لنفسهم هم بيعملوا شكل موسيقي بعيد عن الجنرال التجارية المسيطرة على الموسيقى اللي هي البوب فالفرق دول برضو موجودين وليهم نجاحات ويمكن في مهرجان العالمين لما كان حفلات بصار إجباري عملت نجاح كبير حفل كايروكي عملت نجاح كبير جدا فأنا أعتقد أن هم برضو هيبقوا ممثلين أو موجودين كلون موسيقي مهم جدا وليه جماهيرية كبيرة